ما يتعلق في ما قامت به السفارة الفلبينية في الكويت وأحب أبلغكم أنه بناء على سؤالي لمعالي ناعم رئيس منسل الوزراء وزير الخارجية بخصوص هذا الموضوع أفادني اليوم بأنه تم استدعاء سفير الفلبين وتم توجيه السفير إلى أدة أمور منها الخيارات التي تدرسها الخارجية الكويتية وأعتقد الأخ الوزير هو من له الحق في أن يفسح عن هذه الخيارات لكن بالنسبة لي أود أن أؤكد بأن كل ما يمس سيادة الكويت وكرامة الكويت والمساس بسمعة الكويت عن طريق ربط البلد بحوادث شادة جدا وغير متكررة والتصعيد الغير مبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية ولدي رسالة مقدمة من الأخ النائب محمد الدلال سأدرجها على جدول أعمال الجلسة القادمة تطلب نقاش هذا الموضوع نقاش عام في الجلسة إضافة إلى تقرير اللجلة الخارجية بخصوص هذا الموضوع الذي تم الانتهاء منه فإذا تمكننا يوم الأربعة من استكمال جدول الأعمال سيكون نقاش هذا الموضوع في مقدمة أولويات جدول الأعمال وسيكون لدى الحكومة كما أخبرني وزير الخارجية توضيحات عدة بشأن هذا الموضوع اللي أحبه أكثر للشعب الكويتي وفقا لما وردني من معلومات من وزير الخارجية بأن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات وتم إبلاغ الجانب الفلبيني الذي طلب التمحل لفترة غصيرة ليعدل من وضعه ومن تصريحاته ومن إجراءاته أما الإجراءات اللي تمت وهي مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية فيينا تحديدا فسيكون هناك إجراء حاسم ورادة تجاه هذه التصرفات الغير مقبولة